السلام عليكم فيديو نهاردة حلو جدا ومهمة جدا الناس كتير سألت عليه هو البيتيفور بس البيتيفور المراضي هيبقى بالزمنة مش بالزبدة بص مش قادر اقول لكم قد قرمشة ودوبان طعم طحفة بجد هو الاقرب الى قلبي البيتيفور بالزمنة حلو جدا هيعجبكم اوي اوي ركزوا معي في المقادير وهاقول لكم برضو لو انتم عايزين تعملوا بالزبدة ويبقى طعم طحفة هنشوف كل ده مع بعض ازاي ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير واشتراكوا لقناة ونسمى الله ونشوف مع بعض المقادير معايا كيلو من دي طبعا الخاص بالكحك والبسكوت ومعايا كيلو من السمنة البلدي وفضل بلدي او خليط من الاتنين المهم يبقى يعني لو حاجة بسيطة حتى بلدي عشان ده نكه اقوى ومعايا نص كيلو من السكر نص كيلو من النشا وشيلي منهم معلقتين كبار يعني 435 جرام من النشا ومعايا 5 بضوط وفانيليا يلا بقى نشوف هنعمل ايه هنزل بالسمنة اول حاجة زي ما قلتلكم هنحط جزء سمنة نباتي وجزء سمنة بلدي المهم لو انت هتستخدم سمنة نباتي يبقى نوع السمنة كويس وهنزل بالسكر البدرة عليه لطبعا لازم يكون سكر بدرة هقلبو كده بالمضرب عشان ايه ما يبتديش يعفر علينا وبعدين هقولكو لو انتي حت حتطحني هتعملي سكر بدرة في البيت لازم تطحني كويس جدا في اللي هي مطحنة التوابل وبعد كده تنخليه مرتين لان لو فيه اي حبيبات من السكر هينشف البتفور وهيقرمش معايا سواء البتفور او البسكوت وهبتدي اضربه بقى كده دقتين تلاتة لغاية ما يبقى هاشو كريم وزي ما احنا شوفنا اللونه بقى فاتح الزي اهو هبتدي بقى انزل بيضة ورد تانية زي ما احنا متعودين لازم باكسر كل بيضة لوحدها عشان لو فيه حاجة بيض مش سليم يبقى ايه كل المقونات ما بزدش معايا اقدر استبدالها بقى اي حاجة تانية طبعا كل المقونات معايا دي بحرارة الغرفة اهو خلص كده وهضيف الفانيليا اهم حاجة الفانيليا تبقى بودر متبقاش سيلة لان السيلة نكهتها قوية وهتبتدي تضغى على السمنة البلدي وهتغير لطعم البتفور اللي بقى ريحة السمنة البلدي كده ايه مفحفحة فيه وهبتدي اضربه كويس كده زي ما احنا شايفين وبعد كده انزل بيضة دقيق انخله هنزل بكمية دقيق كلها طيب لو انا عايزة بالزبدة ويطلع دايب وطعم طحفة هليبقى نفس المقادير بس الزبدة مش بستعمل معها ببيت كامل بستعمل صفار البيت بس بيضة كاملة مع الزبدة بتنشف البتفور فهتعمل ايه هياخد معي حوالي عشر عشر صفار بيت العجينة دي يا جماعة هتعمل معي هتستخدمي فيها سواء الكيس الحلواني او مكنة البتفور تمشي اللي اتنين هبتدي بقى أقلب كده كل المكونات احاول ان انا اخلط كل دقيق بخليط السمنة اهو طيب ايه حاول البيض يبقى حجمه كويس انا لو البيض معي حجمه كبير ايه مش هيقصر في حاجة غير بس ان البتفور حجمها هي ايه هيكبر شوية لكن مش هيشيل الرسمة مش هيعمل اي حاجة البتفور البيض قصدي لو كان حجمه كبير وحسيت ان العجينة ملزقة شوية وانت عايزة تستخدم مكنة البتفور غطي العجينة حطيها ربع ساعة في التلاجة شان تشكيل معك يبقى أسهل بعد بقلبتها كويس هبتدي بقى ايه ألمها بايدي كده زي ما احنا شايفين زي ما احنا عارفين البتفور او البسكوت الكحك الحاجة دي كلها يعني نلم بس بالايد نشوف بقى الكيس الحلواني اللي حنستعمله انا عندي الكيس ده حلو جدا اول اللي هو السيليكون اللي اتنين حلوين ده بيبقى من جوا مشمع ده ده ما نحولي من 45 ل 50 جنيه طبعا بيعيش معاك على طول تستعمليه وتخسليه وترجع تستعمليه تاني في اي وقت تاني اول عندك حل تاني اللي هو كيس الحلواني اللي هو زي المشمع كده مش البلاستيك اهو بديب البلد البتفور عند اي مستلزمات حلويات وكيس اللي هو الحلواني التاني ده الشفاف ده ده بحوالي 5 جنيه وحلو جدا هو عيبه بس انك ما تشتغل شوية في البتفور او البسكوت بتبتدي كل شوية البلد تتزحلق وتخرج فممكن تجيبي كسين قصاد بعض وتستعمليهم اهو هحاول خليلك واضحة هنزل بقى بالبتفور اهم حاجة نسيب عجينة البتفور ترتاح 10 دقيق لو احنا هنلاحس كده في الصف الثالث من البتفور كده انا ما سبتش العجينة ترتاح فالحدود بتاعة البلبلة الشكل ده تحس ان هي مش منتظمة قوي كل شوية هتبتدي تنتظم معايا اكتر ولو واحدة بزت معاكي بتشلاك كل سهولة ما بتلزقش ولا اي حاجة طبعا الفورن هيبقى على درجة حرارة عالية الشبكة في النص البتفور جمعا بياخدش وقت خالص فلازم تخلي بالك منه اه انا بحبه يبقى لونه دهبي من تحت عايزة يبقى فاتح براحتك شايفين الاشكال بدأت تنتظم معايا اكتر زي فاسيب العجينة ترتاح ايه عشر دقيق كده وافتحها عليه الشواية على نار هادي قوي ياخد لون بسيط وغد خرجيه على طول طبعا السجان دي هيلة جدا في البتفور والبسكود لانها ما بتلزقش وتحتاجش ورق زبتة ولا اي حاجة اهو بتفور سريع جدا يمشي معاكي كيس الحلواني زي ما قلنا او مكنة البتفور ده بعد ما خرج بصوا في شوية ايه بقى لونهم غامق شوية انا بعشق البتفور او البسكود اللي بقى لونه غامق كده بحلو يدن يعني بحبه اكتر من البتفور اللي بيبقى لونه فاتح بس طبعا المفروض ان احنا نخلي البتفورها يلونها ايه ده بفاتح قوي يعني زي ما احنا شايفين كده اصفر فاتح تمام ده طبعا الافضل بس اهم حاجة تبقى واخد اللون من تحت خلاص اهو شايفين ما بتلزقش خالص والبتفور هم حاجة ما خرجش ان ما احرجش البتفور غير لما يبرد وعندي بقى بعد ما خلصت الكمية كلها طبعا عملي كمية حلو جدا معي شوكولاتة غامق او شوكولاتة بيضة حطيت طبق وفيه مي سخنة وحطيت طبق الشوكولاتة فوقه لغاية ماء الشوكولاتة المبشورة لغاية مدافت ودي احسن طريقة لانك تسيحبها الشوكولاتة على حمام ماء اهو لو عايزة تعملي شوكولاتة بالحليب زي ما انت عايزة معي بقى جوز هند ومعي فرماسيلة عايزة طبعا مكسرات مجروشة انت تقدر تزيني في البتفور زي ما انت عايزة بس طبعا انا عشان الوقت دايق كان لازم انزلكو فيديو البتفور كمان من زمان فالتشكيل كان نفسي عملكو اشكال كتير بس متعوضة ان شاء الله في فيديوهات تانية بإذن الله بصوا احنا نجيب القطعتين من البتفور وحدتين كده مفروض ان احنا بنحط نقطة شكولاتة وننزقهم مع بعض بس انا مش بحب الحكاية دي ليه لان لما باك يأكل البتفوراية المكان اللي فيه الشوكولاتة بيبقى قاسي شوية وانتي بتقطمين فانا ما بحبش كده انا بضم البتفور كده على بعضه وانزل بيه في الشوكولاتة وطبعا معي الصاجة دي عليها كيس بلاستيك او ورق زبدة المتحن دي اعمليه لكن لو حطتيه كده من غير لده ولا ده الشوكولاتة هتلزق في الصينية او الصاجة اللي انتي بتاعتها وانزل بيه على جوز الهند كده والفارماسيلا نفس الحكاية او المكسرات ما تعمليش مربا متلزقيش البتفور بالمربا لان البتفور هيبتدي بعد كده يتشرب من المربا ويبتدي يطرم معاكي تمام فخلينا ايه لو طبعا المربا بقى طعمة حلو جدا بس خليها وقت تستعمليه لوا وقت يومها بس او انا من عشاق البتفور بجوز الهند حلو جدا لكن الفارماسيلا دي ما فيش عمار بيني وبينها انا بعملها بس عشان الولاد او وخلاص بقى خلصنا الكمية كلها وطبعا ما نحركش البتفور بعد ما عملنا بالشوكولاتة غير لما الشوكولاتة تنشف خالص وابتدي بعد كده احفظه في علبة وافرت فيها كيس بلاستيك وارس فيه البتفور واقفل الكيس واقفل علبة كويس جدا ولما تاخدي منه تقفل الكيس كويس جدا عشان البتفور يفضل محافظ على ارمشته طبعا لو الجو حار تحطي الكمية دي في التلاجة خلاص اهو بجد جربوه هيعجبكو جدا جدا بتفور السمنة هايل مش قادر اقولكو على طعمه ودوبانه حكاية بجد اتمنى تجربوه واتمنى الفيديو تكون عجبكو وما طولتش عليكم واسبكو بقى مع بقية الفيديو وخير الختام السلام عليكم اشتركوا في القناة